اشتركوا في القناة من الواضح يا جماعة ان عدوى المقاربات والاتحاد الافريقي بتوع ابو سيد لهبل انتقلت الى شنابولا الحرامي والبقر اللي معاه زعيم عصابة البولوزاريو الارهابية ابراهيم غالي وبدأ يتحدث بلغة المقاربات زي رمطان العمامرة طلع من يومين تصريح في كلمته ومش عارف كان اتحاد شباب ايه الهابل اللي هم بيعملوه دول في المخيمات بتاعتهم بيقول ان عصابة البولوزاريو الارهابية لا يمكن ان تتعامل مع اي مقاربة بيخرب بيت ابو سيد على بيت المقاربات على بيت الاتحاد الافريقي اه لا يمكن تتعامل اه مع اي مقاربة تهدف الى القفز على الشرعية الدولية وكأن اه هذا اللس اه المسخ صنيع دويلة قرقبيان العزمة اه يعلم شيء عن الشرعية الدولية اصبحت عصابة البولوزاريو الارهابية وزعيمها ده اللي بيتجروا في كل شيء ضد البشرية يتجروا في السلاح يتجروا في الطعام في طعام المعونات اللي بتجي لهم يتجروا في البشر يتجروا في شغالين في الضعارة يتجروا في كل شيء في كل شيء يدر عائد مادي ضد كل يعني القيم والمبادئ الانسانية اصبح بيتكلم عن الشرعية الدولية هذا المسخ الذي لا يعلم شيء غير انه يجمع فلوس من ناس مقرقبة دلوقتي بيتكلم عن الشرعية الدولية وكأنه رئيس دولة بجد وكأنه بيفهم بجد وكأنه بنا آدم بجد وقال كمان ان عصابة البولوزاريو بتجدد استعدادها للتعاون مع جهود الامم المتحدة الرامية الى تصفية الاستعمار من الصحراء المغربية الامم المتحدة الرامية لتصفية الاستعمار من الصحراء المغربية وانت اللي بتجدد التزامك يا عم جري يا عم جري هو انت عايشين في الوهم ايه الوهم اللي انتوا عايشين فيه ده جدد يا خون جد ايه كل يوم الصبح قبل الاكل وبعد الاكل وفي نص الاكل جدد التزامك للامم المتحدة جدد تعاونك مع الامم المتحدة وخلي الامم المتحدة تنفعك بس ايه واجع الدماء ده وانها لا يمكن باي حال من الاحوال ده يقصد عصابة البولوزاريو الارهابية التعامل مع اي مقاربة الله يخرب بيتك على بيت المقاربات على بيت ابو سيد تاني هو اللي فتح علينا باب المقاربات والاتحاد الافريقي ابو سيد لهبل رايح فين يا ابو سيد للتحاد الافريقي جاي منين يا ابو سيد كنت في الاتحاد الافريقي وعندي مقاربات الله يخرب بيوكو على بيت المقاربات اه ماش هيقبلوا اي مقاربة اه تهدف للقفز على الشرعية الدولية ومصادرة الحق الراسخ للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال يعني انت ما انتش عارف الفرق من تقرير المصير وبين الاستقلال بس انت بالطالب يعني عارفين عندنا مثل في مصر كده حاجة كده بيقول ايه زيهم يا رب زيهم قالوا شمال انا معاهم قالوا مين انا معاهم اهو ورا القرقبة الملعين يقولوا شمال تقرير مصير معاهم يقولوا استقلال هو وراهم ولا هو عارف استقلال ولا هم عارفين تقرير مصير والحياة يعني مظلياتها معاهم وهم مش عارفين يعني ايه استقلال ولا يعني ايه تقرير مصير ودعى مجلس الامن هو بقى شنابولا الحرامي زعيم عصابة البولوزيريو الإرعابية هو اللي بيدعو مجلس الأمن يعني يقول له يلا يا مجلس الأمن اتحرك بقى وانت فيه ايه رئيس دولة جماعة متخيل انه هو رئيس دولة هذا الوهم اللي هم عايشين فيه الدولة الصحراوية البدنجانية الهبابية متخيلين انها دولة بجد يعني ودعى مجلس الأمن الى تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية ليه المنورسو من تأدية مهمتها التي كلفها بها او المكلفة بها وإلزام دولة الاحتلال المغربي الله العظيم الكلام يضحك فورا برفع كافة القيود والشروط التي تحول دون تطبيق خطة التسوية لسنة واحد وتسعين اللي اتفع عليها الطرفين وطالب الاتحاد الافريقي لأنها اخر مستعمار او اخر استعمار في افريقيا ومعلنا استعداد الجمهورية الصحراوية العربية البلهبابية البدنجانية على حل النزاع مع جارتها المملكة المغربية الشريفة كبلدين عضوين عضوين في المنظمة القرية احنا اعضاء بقى زي بعض في الاتحاد الافريقي ويعني اتدخل بقى يا عام الاتحاد وخلص بقى الموضوع ده عشان احنا جرانوا واعضاء مع بعض يعني سوا سوا في الاتحاد الافريقي انتهبل انا هقولها تاني وعلى الملأ وهو ده الواقع اللي مفهوش هزار ولا فصال على فكرة هتولي دولة في الدنيا ممكن تستغنى عن حتة منها هو الحروب بتقوم بين الدول ليه مش عشان الارض النزاعات بتقوم بين الدول ليه مش عشان الحدود والارض هو متخيلين ان سهل كده المملكة المغربية الشريفة والشعب المغربي الطيب ده متخيلين انه ممكن يستغنى عن حبة رامد وحدة حبة رامل وحدة من الصحراء المغربية تبقوا مغيبين سواء ابراهيم شانابولة الحرامي والبقر اللي معاه او من وراهم قراقبة الملاعين اذا تصورتوا ان الشعب المغربي يرضى على نفسه لاستغناء عن حبة رامل وحدة من صحراءه تبقوا بنقاءه فعلا تبقوا بنقاءه وروحوا هاتوا برج ايفل اسهل اسهل يعني لو فكرتوا تجيبوا برج ايفل وبابا مدفع بابا شارو بتاعكم ده وتو تاخدوا الاهرامات من مصر وتاخدوا جبل تبقال من المغرب اسهل من انكم تاخدوا حاجة من حتة من الصحراء الصحراء المغربية طبعا مع انكم عمركم ما اطولوا حاجة من مصر الاهرامات اللي انتو والقاهرة اللي احنا والازهر اللي احنا بنين ايه فانتو بتتكلموا في ايه معالينا من كده بقى الوزير ناصر بوريطة سيبوكوا بقى من الهبل بتاعه عشان نبوله الحرام والبقر اللي معا ده الوزير ناصر بوريطة اعلن انه بيجهز لتلت صفعات كل واحدة ساروخ ارض جو في نفخ عصابة البولوزاريو ومن وراء عصابة البولوزاريو احنا عارفين انه تقريبا 27 قنصلية دلوقتي يعني 27 دولة فتحت قنصليات في الدخلة مدينة الدخلة والعيون في الاقاليم الصحراوية الجنوبية للصحراء المغربية للمغرب الشريف يعني الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة تقريبا 27 قنصلية وعارفين انه كل قنصلية بتتفتح بمثابت ساروخ سكايهوك في رؤوسهم يعني معروفة حتى بلالايكة زمان لما كان مسك مش عارف ايه والمبعوث مش عارف ايه والعاجات دي كان عم مجنناية تانو لما قال دا المملكة المغربية هي اللي بتعملها القنصليات دي وهي اللي بتصرف عليها بنقاقر اخر يعني بلالايكة تانو لما قال لهم يا جماعة انا مش نافع في الشغلانة دي شوفوا لي حاجة تانية انا مش نافع وتقريبوا هم لقوا المنصب اصلا يعني فالقنصليات دي بمثابت يعني تفجير لعولهم يعني 27 قنصلي الوزير ناصر بريطة بقى صرح مؤخرا قال الكلام الايدي قال ان عصابة البولوزاريو بالارهابية دي هناك تراجع واضح جدا 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 وقوي بالاعتراف بهذا الكهان الوهم الدول عمالة تتراجع ما هو وهمي فيه يعني في حاجة اسمها دولة صحراوية بدنجانية هبابية يا فندي شانابولا ده شكل رئيس دولة ده مسخ والله مسخ يضحك عليه ومعمال ياخد في فلوسه ويحول في حساباته هو والعصابة بتاعته في البنوك وفلوس الغاز والنفط بتاع الشعب وبالسلامة هو عمال يكنزهم عمال يكنز حساباته انتفخت من فلوس الغاز والنفط يعني الامور واضحة يعني فبيقول ان هناك استمرار ده الوزير ناصر بوريطة المقص الزهبي زي ما بتسموه اه ان هناك استمرار في تراجع الاعترافات بالكيان الوهمي اللي هي اعصابة البلوزاريو دي ووصل الامر الى ان 84% من الدول الاعضاء في الامم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة يا جماعة الدول الاعضاء في الامم المتحدة ليسوا هم كل دول العالم دول العالم تقريبا 205 دولة منهم 193 دولة اعضاء في الامم المتحدة فهو بيقول ان 84% من اعضاء الامم المتحدة دول الامم المية 193 دولة بيعترفه بمغربية الصحراء ولا يعترفه باصابة البلوزاريو او الدولة الهبابية الصحراوية الوهمية دي واقال ان ده في تزايد كمان يعني وان الباقية الدول اللي هي بتعترف بيها اما انه هو اتجاه موروث من قبل كده من سنوات يعني او انها دول لها مصالح وايدولوجيات ومصالح معينة مع اه الدولة القرقوبية فيعني المسألة مسألة مصالح او مبادئ او افكار موروثة يعني وطبعا كل شيء قابل للتعديل والتغيير مع الاستضام بحقيقة الامر الواقع على الارض اه وقال ان معيار المملكة المغربية الشريفة في التعامل والصداقات مع الدول يمر عبر ده كلام اللي قاله على فكرة جلالة الملك محمد السادس في اكتر من من خطاب له قال ان المعيار بيمر عبر اه الصحراء المغربية هي بالنسبة لنا المعيار الذي نقيس عليه مدى صدق وعمق العلاقات مع الدول وكمان اكد ان الصفعات متتالية وفي صفعات جاي في الطريق وان هناك تلت دول اعلانوا عن افتتاح قنصليات لهم في الاقاليم الجنوبية للصحراء المغربية للمملكة المغربية الشريفة اللي هي الصحراء المغربية يعني كده خلال ايام تلت سواريخ سكاي هوك في نفوخهم للقراقبة او عصابة البولوزاريو الارهابية من انتاج واخراج وكل عاجة الوزير ناصر بوريطة والقائمين على الدبلوماسية المغربية كده حيتجاوز عدد القنصليات القنصليات الدول اللي فتحت فيه بالفعل فيه الاراضي الصحراوية او في الاقاليم الصحراوية للمملكة المغربية الشريفة الجنوبية الاقاليم الجنوبية يعني حيتجاوز التلاتين قنصليات بممثليهم بالقائمين عليهم بكافة التعاملات والصور الدبلوماسية على مستوى تلك القنصليات والدول طبعا بتاعتها اه ومازال اه النجاحات مستمرة للقنصليات المغربية عفوا النجاحات مستمرة للدبلوماسية المغربية والصواريخ الموجهة اه لرأس ابو سيد لهبل والأفف شغالة الله ينور من الوزير نصر بوريطة وطاقم الدبلوماسية المغربية بالكامل كمان قال اه الوزير نصر بوريطة قال ان المغرب اه اكد للمبعوث الشخصي اه للأمين العام للأمم المتحدة اللي هو استفان ديمستورا اه استعداد المغرب وسعيها لتقديم حل اه سلمي لهذا النزاع المفتعل نزاع السحراء في اطار اه الحكم الذاتي وعن طريق موائد مستديرة للأربع اطراف المسؤولين عن هذا النزاع الاربع اطراف اللي حددهم مجلس الامد وحددهم الامم المتحدة واللي كلنا عارفينه يعني المغرب او الوزير نصر بوريطة قال لهم اربع اطراف نقعد موايد مستديرة الحل المطروح هو الحكم الذاتي اه ما عندنا نشغل كده واحنا على استعداد لهذا الحل ما عندناش مشكلة واكد كمان الوزير نصر بوريطة ان الاقاليم الجنوبية اصبح لها ممثلين عنها اه الاقاليم الجنوبية المغربية طبعا لها الصحراء المغربية في ممثلين عنها بيحضروا وبيشاركوا في المحافل الدولية اه ومنها الامم المتحدة وحضروا كل الاجتماعات الاخيرة لمجلس الامن والامم المتحدة اذا ما زال الدبلوماسية المغربية اه توجه الضربات لعصابة البولوزيريو الارهابية وما زالت نجاحات الدبلوماسية مستمرة وما زالت اخفاقات عصابة البولوزيريو الارهابية ومن يدعمها مستمرة وتحياتي اولا انما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن كل التحية والاحترام واشوفكم في كابسولة جديدة ومش هتاخر عليكم ودائما وعن يقين وثقة اقول ان الصحراء المغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها رغم كيد كل كائد وحقد كل حاقد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته